مساء الخير على حضراتكم حلقة جديدة من حلقات أخبار دولة الاحتلال وأخبار حرب غزة وصديقنا الدكتور أحمد فؤاد أنور مساء الخير معنا الدكتور أهلا سيد بي صديقي الغالي الله يخليك ويحفظك إيه أهم يعني ما شغل الإعلام الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية منذ أن التقيتنا الأسبوع الماضي هل مصاري العمليات العسكرية أم المبادرات المختلفة لإنهاء الحرب يعني مصاريات الحرب طبعا فيه تمن فادح بيتم دفعه فيه القطاع في الوسط والشمال والجنوب بشكل غير مصبوك لذلك بيصفوا الأمر بأنه كارثة الخسائر الكبيرة التي تحدث من خلال ضربات المقاومة وعلى شكل الموازي فيه الصفقات التي يتم الحديث عنها من خلال ورصه أن فيه مفاوضات بيجريها رئيس الموساد في ورصه برعاية مصر والمتحدة طبعا وقطر والصياغة العامة الملامح العامة تتحدث عن ثلاث دفعات كأنه إحياء لتلاتين نوفمبر الذي توقفت فيه دفعات التبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين فالحديث أن المرحلة الأولى من التلات يعني تلات دفعات أو تلات مراحل لإنهاء الحرب المرحلة الأولى باختصار ربما تسعين يوم بنتكلم عن المرحلة الأولى باختصار مدنيين يتم إطلاق صراحهم من غزة إسرائيليين طبعا مقابل مئات من المعتقلين وإيقاف الاستطلاع الإسرائيلي للطائرة الزنانة والخروج من المدن قوات الإسرائيل تخرج من المدن المدن مخيمات بتحاصر من بره لأنها تعدل الحدود المرحلة الثانية هما المجندات والجسس الإفراق حماس عن المجندات السيدات والجسس اللي هو الأسر اللي قتلوا في مقابل إن إسرائيل قتلوا يوم سبعة وقتلوا في أثناء محاولة إسرائيل تحريره وإطلاق صراح عدد كبير من عدد إضافي من السجناء الفلسطينيين وتقليل القوات من أماكن السكنية مرضو تاني المهم من المحلة الثالثة هي الأصعب اللي هي الخاصة بالعسكريين إن تطلق المقاومة كل عسكريين مقابل إنهاء الحرب نحن بنتكلم على المبادرة الرئيسية اللي شغل الرأي العام الإسرائيلي الآم هو فكرة المبادرة المصرية القطرية اللي بترعاها الولايات المتحدة واللي بتفاوض عليها رئيس الموساد التسعين ده يوم ده يبقوا ستين وإن هي من ثلاث مراحل خلاصتها كده يتبدل الأسرة وتأفي مقابل وتنسحب إسرائيل من غزة يعني ينهو الحرب وإن تنيهو زعم للأسر أسر العائلات بإن يا جماعة حماس لم تطرح شيئا أنا اللي طرحت بس مش أول تفاصيل آه ده صحيح فبنتكلم التسعين يوم ستين يوم المقابل هو لم يفصح عن التفاصيل لكن يعني رشح من الإعلام إن المراحل ثلاثة وخلال تسعين يوم أو ستين يوم عظيم جدا دي هي المبادرة الرئيسية وطبعا كان فيه مبادرة سعودية المبادرة السعودية بتقول بتربط بقى التطبيع مقابل حل شامل مقابل دولة فلسطينية هي بقى هي مع إسرائيل آه بالضبط هو يعني بيسموه المبادرة العربية على مراحل على دفعات مبادرة العربية الفين واثنين يعني آه اللي رفضتها إسرائيل تنفز على مراحل أنت اديتي حاجة الإمارات الديني أنا حاجة آه مقابل حاجة شخصية أوكي للأمن قوم السعودي لكن أيضا حاجة كبيرة للجانب الفلسطيني طبعا أذكركم من الدكتور أحمد يشير إلى أنه كانت الإمارات طلبت في مقابل التطبيع معها حاجة وهي عدم ضم الضفة الغربية بالضبط إلغاء الضم ده كان وعد انتخابي آه من نتنياه هو تراجع عنه وطلبت حاجة نفسه أن صفقة أسلحة متطورة طبعا بالنسبة للسعودية احنا تكلمنا على القصة دي كتير ولكن هي قالت أنا عندي كلمنا عنها في حلقات أخرى هذا عليكم روابطها لكن خلاصتها دلوقتي أن السعودية بقيل يعني تتصربت السعودين لا يتحدثون ولكن الأمريكان والإسرائيليين بيقولوا أن السعودين مستعدين للتطبيع مرة أخرى مع إسرائيل في مقابل كل الشروط السابقة اللي هي الشروط الخاصة بها هي بقى مع الأمريكان أنه معاهدة دفاع أمني وأسلحة متطورة وبرنامج نووي ودولة فلسطينية يبدأوا التفاوض عليها بالإضافة طبعا أن هي سوف تساهم في إعمار غزة الفكرة بقى أن إنهاء الحرب لازم له ضمانات أن الولايات المتحدة تطلع تقول بقى إحنا مع حل الدولتين إنجلترا تقول مع حل الدولتين نتنياهو نفسه يقول أنه ما فيش مانع واللي لفت نظري أنه أنا ما قرأته يعني أنه إسرائيل بدأت تطرح فكرة كانت طرحت قبل كده لا أعلم من أي من الوسطاء إحنا بنتكلم على وسطاء متعددين لكن بشكل أساسي بصر وقطر هو فكرة أنه هي عادت تطلب أنه أنا ممكن أستجيب لوقف الحرب بس تخرج زعامات المقاومة إلى الخارج إنها بدأت تطرحها في المفاوضات الكلام ده دقيق آه لا دقيق هو الفكرة أنه بتحاول تشؤص المقاومة تقول أن الطيار اللي في قطر القيادات اللي في الخارج مكتب السياسي موافق آه هو الفكرة مش حماس الخارج وحماس الداخل الفكرة أنت هتديني إيه أنا شخصيا ولا هتدي للقضية الفلسطينية حاجة آه إذا كانت ملموسة ورأي العام يقدرها خطوة كبيرة للأمام أعتقد اللي يضحي بحياته ويموت ممكن أو يخرج يطلع المنفى منفقتها بمناسبة دي أكيد بتتكلم أكيد هدف المفاوضات بالنسبة لحماس أن أنا أديكم كل الأسر اللي عندي فيه مقابل أن توقف الحرب وأخذ السجناء الفلسطينيين وضمانات بعدم وصلة إسرائيل الهجوم على القطاع وعلى المقاومة بعد أن تسترد أسرها مين اللي هيقدم الضمانات دي أولا قدرة حماس على الرضع لسه دي مهم وأمريكا يعني طبعا هتبقى ضامن أساسي ومصر ده يعني جزء أساسي ومن بيجعل من الصوبة ومكان أن المفاوضات بتبقى معقدة ليه ومو بتاخد توقيتات دي كلها ده دي نقطة مهمة وخاصة النقطة الأولانية أن هي فكرة أنه قدرة المقاومة على الرد وبتالي إسرائيل هتتمنى أنها تخرج مترجعش تاني يعني لإمانات النهاردة إحنا بنسجل النهاردة يوم الثلاث اللي هو 23 23 يناير اليوم 109 في الحرب النهاردة كان الأعلى خسائر أظن منذ بدء الحرب في الجانب الإسرائيلي مظبوط بيوصفوا الموضوع ده بأنه كارثة وطبعا كارثة يعني مرتبط بالأحداث الضخمة النازية فوصفوا بأنه كارثة ومتحدث العسكري قطع العادة بتاعته أنه هو اللي بيتكلم بالليل وفي معاد محدد ومش كل يوم خلاص فأجيه بدري الساعة 7 صباحا أعلن هو هيلقي بيان استثنائي وطلع آل 21 الأول آل 10 يعني نحكي القصة مش كل الناس عرفين هي القصة القصة أن في قوات إسرائيلية في وسط تقطاع غزة في أحد المخيمات القريبة من الجدار الفصل بين 48 وأراضي غزة حوال 600 متر فيه بيتين مطلسقين من بيوت الفلسطينيين مكون من طابقين القوات دخلت الإسرائيلية جيش الاحتلال عشان يجعل ده مقر ليه مؤقت وكانوا بيحاولوا يزرعوا ألغام تينسفوا بيها متفجرات تينسفوا بيها بيوت تانية لأنه قريب من أراضي 8 الإسرائيليين اللي بيحاولوا يزرعوا الغنف المنطقة آه آه فالمقاومة اخترت اللحظة دي والغاية دلوقتي التحقيقات بتقول مش عارفين هو طلع منين المقاوم ده في مقاوم طلع غالبا من نفق حسب الجانب الإسرائيلي وضرب الدبابة اللي بتحرص الجنود اللي جوه وفي نفس الوقت حد زميل ليه ضرب بالمبنى نفسه فالمبنى جوه متفجرات فبقت الخسار فادحة وإصابات وطول يعني الواقعة بدأت يوم مبارح الساعة 4 العصر آه اللم الجسس دي استمر بغاية الفجر يبقى هما مش كانوا بيزرعوا بقى الغام كانوا بيجهزوا الغام اللي يزرعوها يعني أو المتفجرات في جزء تحط قدام المنطقة وفيه جزء تحط جوه المباني علشان يفجروا مباني قريبة فالمكان كان ممتلئ بالمواد الانفجارية بالزبط هدي دي عملية لازم نعرف تفاصيلها في أول ما تظهر أي تفاصيل لأنه واضح انه هما بقى كانوا مرقبينهم رصدينهم ما هو كل ما قوات الإسرائيلية تقعد قوة القطاع بيباني روتين بتاعها أنا ببدأ أتحرك من هنا إلى هنا إزاي بابات فين أنا مش أبت في الخيام أنا باقتحم البيت من الباب فأنا ممكن كمقاومة لغمه ولا بيقتحمه من زاوية تانية من حقت معين في كل مرة فابتدي نعمل حسابي إن أنا لغم أو استعد بالRBJ الRBJ والTBJ والياسين اتدوا في نوفمبر اللي فات يتم استخدامهم بكسافة وده وزن أربعة كيلو يعني يسهل سبات الرامي واستهداف المدارعات الإسرائيلية وده رأس مزدوج ويمكن بيه اختحام المباني فده من ضمن الأسلحة برضو اللي عاملة خلل للجيش الاحتلال وبتسبب فيه خساب كبيرة طيب ده عن تطورات الحرب حتى الآن وعن آخر المبادرات اللي طرحت يعني هل أنا شايف بعدتلي أنت عنوين كتير أوي بتتعلق بمصر هذا الأسبوع يعني ضباط سابقين مسؤولين سابقين رجال دين بيتكلموا عن مصر بشكل سلبي ممكن ممكن ناخد بسرعة كده أهم ما كتب عن مصر من ناحية وبعدين نفهمه في إطاره العام هو طبعا فيه حخام مسؤول عن صفد دي من المدن الأربعة المقدسة بالنسبة لليهود في إسرائيل لها مكانة دينية لها مكانة زي العتبات كده الدينية فهو قال ايه هو حخام رئيسي للمدينة دي وعضو الحخامية الرئيسية اسمه شموئيل اليهو شموئيل اليهو دوت مطلوب العدالة غارب من العدالة بمعنى ان المحكمة العليا الإسرائيلية سنة عشرين قالت ده رجل عنصري وتصرحاته ايه تصرحاته هو مش ضد مصر ولا ضد الفلسطينيين والعرب هو ضد الأغيار يعني غير اليهود وده ما شاء الله ابنه هو وزير الطراث اللي قال نورك يكون بلا داري آه فدي التأديل الخلفية فهو بيكلم ان بيقول من ضمن الفتاوى يعني ان الترانسفير والترحيل ده بنسبة له العادي انما بيقول ما تأجروش للأغيار شو ما تبعوش للأغيار أراضي أو أغيار يعني لو راجل أمريكي اللي هو بيدفع من درايبه عشان وبعد تحملت الطائرات يقول لا ده مش طبعا فأنا عايز الرأي العام يبقى فاهم ان العقلية دي صعبة جدا ان هو مش ضد فصيل مثلا حماس هيخلص منهم ده بتدور بعد كده على المسيحيين بالذات اللي هو معداء شرس مع بيحمل لهم معداء كبير طبعا طبعا فهو قال يا جماعة احنا لازم ننتبه ان مصر تتنامى قواتها العسكرية هو فرعون مش كان عنده عربات وكان مختال بيها وحاول ان يبتنا او يقضي علينا او يطردنا عربات عسكرية عربات عسكرية وانتصرنا ربنا كان معنا وفي 67 كان فيه جيش قوي لمصر وطيران ودبابات وربنا كان معنا فاحنا المرة دي برضو جيش مصر قوي بس ربنا معنا فبيفكرني بشمون بريز شمون بريز في استطلعتها الرأي النهائية ليلة الانتخابات شمون بريز رئيس السابق رئيس دولة السابق قبل اي انتخابات سنة كم يعني سنة يعني انا افتكال حركة بالذبط 96 96 اه كان قصاده نتنياهو وقال يوجد رب ربنا كبير انا فست وبعد كده طلعت النتاج النهائية ربنا ما نسهروش على النتانية فايه فانت يا سيدي شموال الياهو اللي هو اسكى اخواتك اسكى اخواتك اه يا ربنا كبير وفي مصر في اضعف حالتها في الاستنزاف في الات في رأس العش وما كنتوش بتطلعوا بالليل في سينة طول السنوات دي خوفها من الصعقة المصرية يعني خدنا خط برليف بالكامل اه يعني في اضعف حالتنا ربنا منظم انا بس اللي مندهش له يعني يعني انه في هذا الوضع يعني فكرة استدعاء او الحديث عن مواجهة بع مصر يعني بتالي مش يعني مش في المحل المتدينين كده المتدين يقول اصل مصر عايزة تضعفنا اه هي عايزة تضعفنا من ايام فرعون ثم ده صحيح ما ده يعني تضعفنا مين ده احنا عندنا يهود مصريين انا بعيد عليهم في عيد ملادهم في الاحزان بواسيهم ليه؟ لانه رفض لا احنا بكلمش على اليهود احنا بكلم على اسرائيل ما هو مش بيقول من ايام فرعون وفرعون صحيح صحيح بيخلط الديانة بالقومية صحيح فهو اولا لازم نرد عليه ولازم نكشف خلفيته الحاجة التانية انه ده خط يعني وجدنا انه مقدم سابق في المخابرات الحربية الاسرائيلية ايضا بتحدث بقى انه مصر بتجهز في سينة تحت الارض عتاد وبتجهز مقارات وان فيه قوة وان مصر هي الخطر على بتجهز يعني بتستعد عسكرية لمواجه عسكرية اي اه هو بيقول كده بالزبط اه وان دينا وان مصر من سنة ستة وخمسين وهي عايزة تضعيفنا بيقول ان مصر اللي اسست فتح حركة فتح وانها يعني تبقى سعيدة لما يكون المقاومة عملا تنهج فينا كده لان مش عايزين كمان يبقى فيه منافسة اقتصادية وان فيه يعني اه جار بهذا الامكانيات يعني لازم يكون فيه اه فبالتالي لما حماسة تبقى قوية والمقاومة قوية ده المصلحة مصر فاي بيقول ده الخطر القادم مصر نفسها بتجهزاتها دي ودي برضه نغمة شغالة طوال الوقت انتو بتجيبوا الاسلحة دي انتو عندكو الحدود اه بتجيبوا الاسلحة المقومة منين يعني لا العكس مصر بتشتري اسلحة ليه اه اه ده احنا فيه سلام وكده ويعني طبعا الحدود كلها مولعة دلوقتي حوالي انما هما من زمان كانوا بيرددوا الحكاية دي بتشتريوا اسلحة ليه مش انتو هتضربوا بعمين مش هما بس والله انا فاكر ان عدد من المسؤولين الامريكان كانوا دايما يطرحوا القصة دي من وقت الاخر وادكر منهم ديفيد شينكر اللي كان مساعد وزير الخارجية وكدت اعرفه الفترة يعني لما كان هو بيشتغل في مركز بحلي انا ناسي اسمه دلوقتي يمكن معهد واشنطن للشرق وفجأت انه هو كتب مقال بيقول يعني مصر بتعمل ايه بكل السلاح ده المفروض ان هي بتستهدف عدوها الاساسي هو الارهابيين اللي موجودين في سينة فليه الاسلحة الهجومية وكأنها بتستعد الهجوم على دولة لو هو مصر يعني واكد ناس الكلام هيبقى على الاردن وغيرها يعني اذا كان مصر من الغريب ان هي تشتري سلاحا لانه لا يوجد عدو يجب ان تستعد له ليه اسرائيل عندها كل هذه الاسلحة صحيح يعني مدام الاردن لا يجب ان تستعد وما فيش عدو لها ومصر ما فيش عدو لها هي بتستعد المين هي بتستعد المين بالاسلحة دي صحيح هل حزب الله وحماس يقتل صلاحا نوويا واسلحة عبرة للقارات يعني ما هم بيسألوش السؤال ده لا لا هم شارين مية طيارة جديدة دلوقتي ضفعة جاية كده عجلة غير الجسر الجوي اللي بدأ من يوم سبع أكتوب طيب هذا عن مصر فيه القضية الاكتر سخونة الان وغريبا هي تكون يعني الاكتر سخونة وهي فكرة اعادة طرح حل الدولتين الاعلام الاسرائيلي والساحة الاسرائيلية بقت زاخرة بالحديث عن حل الدولتين ممكن ام غير ممكن طلعنا كده على ما يجري يعني بدأت الحرب والحديث عن تغيير الشرق الاوسط نتنياهو ووعود كبيرة وعن ضمر حماس هو دلوقتي بيقول انا حماس مقدمت ليش عرض انا هقدم عرض بالنسبة للمحتاج بقى يتفاوض حماس الجزء التاني ان بقى الحديث يومي عن دولة فلسطينية بدل ما كنا هنخلص من الواحد في المية المتبقية من ارض فلسطيني التاريخية اللي هي غزة حوالي واحد في المية فده تحول لحديث بسبب المقاومة وسمودها وبسبب الزخم الدولي وعدم تصديق الروال الاسرائيلية فبقينا نقول ان بايدن بيتكلم عن الدولة الفلسطينية وطبعتها بقينا نتكلم عن انجلترا بتقول انها مصدومة من مواقف نتانياهو بإزاء الدولة الفلسطينية فهو نتانياهو كان قال انا طول ما أنا موجود في السلطة يعني لن تقوم دولة فلسطينية هو في بعضين البعض الاول ان ما فيش دولة فلسطينية هتقوم في شهرين ثلاثة هو فضله شهرين ثلاثة فماشي الحال الحاجة التانية ان هو نفعي ان هو بيقول حاجة وعكسها ان هو من 2009 كان في بارئيلان جامعة بارئيلان دي جامعة دينية في اسرائيل وقال حل الدولتين وانا ما عنديش مشكلة ابدا مع دولة فلسطينية منزوعة السلاح بجوار دولة دولة اسرائيل وقال كده في الامم المتحدة 2011 اكتر من مناسبة وكان بأيامها يعني اوباما بيضغط وبيحب يسمع الكلام ده فكان بيسمعه الكلام ده فبالتدريج في اللي كود قالوا له احنا الحزب بتاعنا ببرنامج السياسي بتاعنا ما فيهوش دولة فلسطينية انت ازاي تخشت قال لهم لا انا قلت اقل من دولة انا هديهم انتوا بس فهموا انا عايز اوصل لفين انا هبتدي اتراجع وهو الفكرة كان فيه تسلل كده يعني الصهرونية دخلت ازاي لارض فلسطين ابتدت تتسلل كده عايزين بيت قومي في بس عايزين يعني حط على العملة بس حرفين الف ويه بالعب ايه الالف والي فلسطين خلاص مكتوبة بالانجليزي ومكتوبة بالعربي وبالاختصار ده هو طلع ايه ارض اسرائيل فانت مش واخد بالك ان الحرفين دول تمهيد لان هو عمال يتوسع عمال يسيطر فهو دلوقتي ده ما عليش يقول حكايات الالف والايه دي تاني دي العملة المعدنية الالف اللي هي ايه يعني اختصار ايرس اسرائيل اه اسرائيل بتتحول لياه في العبري احنا بنحولها الالف فهو ايرس اسرائيل الالف الحرف الاول والياه بقت مكتوبة على العملة المعدنية ده اول شهرة اول طوار لكي بتودود في بداية القرن الع二 subtitle يقول الانتداب هو الحطه الانتداب حطه على العملة المعدنية فذا كان تسلول احنا بنقول ايه ما نديهم بيت قاومي يعني ايه بيت قاومي نديهم موطق قاومي كأننا تانيه عامل كتاب اسمه مكان تحت الشمس دونيه بس مكان تحت الشمس دلوقتي مش طيق واحد في المية من فلسطين تبقى مع الفلسطينيين عمال يخترع فهو دلوقتي انا شايف ان فيه مؤشر للتراجع لدرجة ان فيه اوبنهايمر اللي هو اليسار الاسرائيلي اللي اشارنا ليه اكتر من مرة بيقول يا جماعة احنا مش بنتكلم على دولة فلسطينية احنا بنتكلم هل دولة اسرائيل هتكمل بعد كده ولا؟ الطريقة اللي انتو ماشيين بها دي تدمر السورانية بيكلم مين؟ تكلم الحكومة الاسرائيلية. اه لما قال لو سرنا على هذا المنوال من سياسات نتنياهو مش بقى مش هكون في دولة فلسطينية مش هكون في دولة اسرائيلية. ما فيش دولة اسرائيلية وفيش سورانية فكان فيه بنجفير دخل في الخناءات دي ولوما جماعة على فكرة المشكلة الاسسية مش دولة فلسطينية. المشكلة الاساسية في ان احنا قلنا خطوط حمرة تحولت للون بنبي قلنا خطوط الحمرة اللي تحولت لي بنبي قلنا ما اندخلش وقود دخل وقود قلنا مش هندي فلوس للسلطة الفلسطينية داخلت فلوس للسلطة الفلسطينية فاحنا ما عندناش الرضع ما عندناش القوة اللي تخلينا نتمسك بالهدف من الحرب أو الخطوط العامة للكابينت أو ومجلس الحق بمناسبة حكاية انه اسرائيل بتتسلل يعني او الصحونية انا فاكر تعبير لي حيم وايزمان لما كان لسه بيدشن او بيعمل لوبينج لي وعد بلفر فكان لي عبارة مشهورة بقول احنا سوف ندخل فلسطين كما يدخل الجمل الى الخيمة قالوا يعني ايه الجمل والخيمة قال ما هو الجمل ده جسمه ضخم عشان تدخله للخيمة صعب بس اذا ادخلت رأسه الى الخيمة يبقى من المؤكد ان جسمه سوف يدخل لاحقا يعني يعني خلاصة اللي انت بتقوله لنا انه انا عايزين ان اوصل بس اتعلم من عدوك ان العمل تراكمي اه ابدأ خطوة ثم طالب اه ادخل لرأس الجمل اه دولة منزوعة السلاح يا سيدي خد دولة وردين بس مين لا يعرف ينزع السلاح يعني الجيش الاحتلال دخل معرفش فاحنا بنتكلم على صيرة لبنان ان في دولة وان في جيش لبناني وجنبي اه مقاومة بقى ايه اه انت بتقول لرأيك ان ممكن الفلسطينيين يقبلوا بدولة منزوعة السلاح ثم بعد كده نبقى نشوف هننزعها ازاي مين اللي هيجي ينزع السلاح ده اولا ثانيا ممكن الامور تتغير يعني على الارض يقولوا لا ناخد خطوة كمان نديهم مثلا مضارعات بستقبل بقى التعليقات اللي سوفت تأتيك مؤيدة ورفضة فيه فيه طبعا فيه هادي رأيك طبعا انا مليش دعوا بالقصة ديت يعني لا لا والسيناريو يعني اصلا انت تاخد زي قولنا قبل كده على العصفور الفيلياد قير من عشر على الشجرة وبعد كده احنا فين احنا دلوقتي ما فيش حكم ذاتي اصل عسكري الاحتلال يوقف الوزير الفلسطيني وممكن يموته اه لا انا فهم طبعا وجهة نظرك وجهة نظر براجماتية عملية بس تظل وجهة نظرك علشان هيتعلاقات الشتيمة تيجي هنا بس تخصك يعني طيب اه انا يعني فيه حاجة بس احنا بنشتم في جميع الاحوال يعني انا قلت العكسها تشتم بقى لا ممكن بتقولش حاجة هالس مع المقاومة بتشتم ضد المقاومة بتشتم فيه حاجات كده لازم تقال عشان ما تشتمش تشتم الجنب الآخر يعني لا موضوع اللي بتشتم مع المقاومة دي قصة يعني بس الوقت هياخد كل الوقت يعني انا شايف ان فيه طيار يمكن ده من انجازات اسرائيل ومن انجازات الراغبين في التطبيع فعلا نجحوا في شيطانة الفلسطينيين بحيث ان انت محتاج تبزي الكهد عشان تقول الناس دول من حقوم يقوم ولكن دي قصة بقى هو المتالي تفريغ شحنة الضمير يا جماعة انا مش بتدخل في المتالي ده ولا تعاطف ولا ليه ده لان الفلسطينيين باعوا عضوهم لان الفلسطينيين مقاومة حساباتها غلط اه حكيت حساباتها غلط ما هو اكلشات كده موجودة فيخش ينامه ده من يوم استريع فيه سؤال يعني الوقت انا وزير الخارجية الاسرائيلي انا ما عرفش طبعا يعني خلف يوته ولا ماذا ثقفته ولا كذا ولكن انا عارف ان هو مستفز يعني زي تصريحات اسرائيلية انا حقيقة عاوز افهمها يعني مش عاوز اصخر منها اتحاد الاوروبي ووزير الخارجية معاه بيدوروا على بمحاتوا حل الدولتين الكلام ده اول امس احنا بنسجل الحل انا قلت يعني النهاردة تلاتة وعشرين يناير ايه اللي يعني ايه اللي بيدور في زهن وزير الخارجية خليه يقول بدل ما نناقش حل الدولتين ملائم دلوقتي مش ملائم دلوقتي يقول لهم افضل حل ان انتو تبنوا جزيرة في البحر المتوسط وتنقلوا اليها الفلسطينيين يعني هو بيفكر ازاي بيستفزهم يعني ولا بيضيع وقتهم اه في جزء منها ان هو انتو عايزين تساعدوا خلاص يالله لم نجزير يعني انتو عندو خطاقة زيادة عندو فلوس زيادة عايزين تساعدوا الفلسطينيين دول نساعد بالجزيرة هو الفكرة دي اطرحت سنة 18 وقالوا ان الساحل قدام قطاع غزة يعني 2018 طرحت الفكرة دي ان المياه ضحلة امام غزة فبسهولة ممكن نعمل جزء هو الفكرة انه عايز يفتت الفلسطينيين وعايز يلهي الاتحاد الاوروب بمعنى ان انتو مش فلسطينيين لا دانتو دروز وفلسطيني الداخل وفلسطيني القطاع وفلسطيني الضفة وفلسطيني مقدسيين فما تتفتت الكتلة انما في جهد في النحة التانية عايز برضو يلهي الاتحاد الاوروبي انما هو بشكل عام يعني لا يويد الانجليزية سبق لي ان هو ارتكب مخالفات قانونية لانه استلم في يناير كوزير الخارجية بالتناوب وفق الاتفاق الاتلافي انما هو يعني مش وجهة مشارفة في جمال الحالي يعني ما بيجدش اللغة انجليزية معناه ان كلامه كان اكثر رشادة باللغة العبرية بس اللغة الانجليزية لا هستجيبه وزير الخارجية صعبة انا مميعرفش انجليزي صعبة اه اه اتكلم مع الناس زي انا بس وجهة اندهاشي انه ان تصريحه ده امتناد لتصريحات ممثلة الممثلة ديت انه انا اجي اضمر غزة بس اقولك انه الاتحاد الاوروبي ودول الخليجي يجا عمروها مثلا يعني انه لما اجعمل حتى بدون تدمير هنعمل بناء دولة بس يجي اللي يتكلف الفطورة الخليجيين والاوروبيين يجي تفعلي وتعملي ان انا كسرته طيب احنا عندنا اه في حاجة اثيرت فيه الاسبوع اللي فات وهو ملف اللعيب لكرة القدم الاسرائيليين واضح انه حظي ببعض الاهتمام ايه القصة هو طبعا الناس فوجئت بان فيه لعب اسرائيلي في الدولة التركي احرز هدف عمل الضماضة الطبية عمل الضماضة الطبية قدام الكاميرا واحتفل او ناصر المحتجزين والاسرة الدماضة دي رمز الايه الدماضة الطبية عادية بس هو كتب عليها مية اللي هو مية يوم سبعة عشرة ونص قلبه مكسور اللي هو الاشارة كده بايده عملها تعطفا مع الاسرائيليين النادي نشر الصور عادي ما خدش باله التركي لأن التعليقات كلها ايه ده اللي جاي يعمل دعاية للصاهينة عندنا وناصر الابادة اللي بتحصل ومتجاهل فابتدوا يشيلوا الصورة ابتدى يبقى فيه وزير العدل يتحرك محاكمة لتحقيقات المنتاشة الساعات وابعاد الفكرة بس ان هي سياسة بنج بونج معكوسة كان حراك فاكر الصين والولايات المتحدة والتقارب عبر مباراة البنج بونج ده بقى العكس ان العلاقات بعد ما تحسنت بالرياضة بتسوق بالرياضة لان اللي مرر ليه الكورة في نفس الفريق هو لعب اسرائيلي اه لعب اسرائيلي يعني فيه اكتر من لاعب فيه اكتر من لاعب منهم لاعب خط وسط عامل زي راموس كده مؤذي بيكسر في النادي اسمه شهير شهير دوت النادي المفضل اللي اردوغان كان بيدعمه من ايام كان عمضة اسطنبول وفاز بالدوري لكنه خسر الجماهير بتاعت الاندال اساسية الكبيرة اللي كان بتفوز بقى يفوز على حسابهم فده مؤشر ان هو عمل ايه بقى الاخ ده عمل على انستجرام بعد مزميله الطرد والدنيا هاجت برضو بوست مستفز على انستجرام ان انا متعاطف ازاي متعاطف مع بلده اسرائيل اسرائيل فالمهم ان هو اتاخد برضو تحقات واجلاء طرد من تركيا بس طبعا ده هيأثر يعني ممكن تلاقي في الامارات لاعب اسرائيلي هيبقى برضو وضعه حساس بعد ما كنا نقول ايه ما فيش رياضة في السياسة والعكس من ايام اوكرانيا والروسيا اتضح ان في اه طبعا طبعا اذكر حضراتكم انه بامرين يعني المثال اللي اشار اليه الدكتور احمد هو ما يعرف بسياسة او دبلوماسية البنج بونج او تانس الطولة اللي كان نيكسن استغلها ان فيه فريق امريكي هيزور الصين في سنة 74 على ما اذكر وده كان في وقت ما فيش اعتراف بالولايات المتحدة بالصين كانت بتعترف بطيوان باعتبارها هي الممثل الرئيسي لكل الصينيين نيكسن استغل هذه المباراة لتذويب الجليد بين الامريكا والصين وبالتالي ظهر بعد كده الصين فاطلقت على دية دبلوماسية البنج بونج ويبدو انه هو اصلا جهزوا هذه المباراة وشجعوها علشان تبقى غطائح ومنازمة الامم الافريقية كان انا اتفرقت على المباراة اللي اصيب فيها صلاح المباراة التانية لمنتخب مصر بالتعليق العبري عشان نشوف هما فما هجموش صلاح مثلا ولا هجموا مصر كان اتنين معلقين مع بعض بيعلقوا على المباراة الاصابة وتقعد اسبوعين واللقى وطلع بدري فممكن يخف بدري مفيش الترصد لصلاح لانه هو طبعا ليه طرباية معهم هما بيقولوا ان صلاح في المطش في اسرائيل كان بيلعب في سويسرا فكان جه الجانب المباراة تاعت الزهاب فرح ربط الحزاء وما صفحش اللاعبين تعمت ده ففي المرة اللي بعدها المباراة القادمة واحرز هدف وطلعهم المهم ان في المباراة التانية خلاص اللعبة دي كشفت مش كل مرة هجيب الجزم فبيعمل بوكسات اه انهما بيصفح خبضة اليد لصلاح بس في اليوم ده تعالى التعليق كان من فلسطيني الـ 48 هو المعلق وحافظ اللعبة وده كان في الزمال كراحة الاهلي وكذا فده برضو هو الرياضة وتأثيرها على الرأي العام وعلى السياسة بس انت تأديرك انه الحرب غزة يكون تأثيرها سلبي على الدول اللي استقبلت لاعبين اسرائيليين زي تركيا زي الامارات زي دول تانية زي مين مثلا في دول اسلامية تانية بس مش حاضرة في الزهن انما هو كرافعة لإسرائيل تعويم إسرائيل الترويج لها ان احنا جماعة عادي ومشارات وده وكان اكثر دول استقبلت لاعبين وفقا لمعلوماتك اللي هي تركيا تركيا طيب تمام هل عندنا عندنا وقع ان في مساعد عندنا فيه في مصر مساعد مدرب الكاميرا جابت وشم على وبرتغالي جابوا الوشم شبه العبري الدنيا قامت طبعا ولا ليه علاقة بإسرائيل ولا راح إسرائيل دول الحقيقة انه مصر متحفزة جدا مصر كحكومة ده رأي يعني واعتقد دي الحقيقة يعني انه على مستوى الحكومات في علاقات يعني منذ مبادرة السنات في أواخر السبعينات لكن التطبيع بمعنى التطبيع الدافئ انه لا مش موجود لابا ما فيش فرقة مصرقية تيجي جماعات نقرات إذا فكرت انه نغطي حدث في مثلا في إسرائيل أول حاجة النقابة هتوقفني الأمر التاني انه هلاقي مكالمات من أجهزة أمن بيتصلوا بيا إذا ما كانوش يعني عرفه وانا رايح فين وهتلاقي العملية صعبة يعني فالكلام انه على مستوى الحكومات ماشي يعني لكن على مستوى الشعب كان في حد دال لو رحت وعملت عملية فدائية ورجعت عن أطعك حتى لو رحت حتى لو أتمن عملية فدائية أنا جزيل الشكر معا للدكتور شكرا سيد بي وصعد يقبل ربنا يخليك ويسعدك ونلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى وإذن الله سيدني سيد